بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للسنة الثالثة الثانوية للمسارات التخصصية اليوم بمشيئة الله سنتناول الإطراءات للفصل الثاني في هذا الفصل تعرفنا على أنواع الحركة وتناولنا الحركة التوافقية البسيطة. ما هي الحركة التوافقية البسيطة؟ نعم أحسنت هي الحركة التي تحدث عندما تتناسب القوة المؤثرة في جسم طرديا مع إزاحة الجسم عن وضع الاتزان من أمثلتها القوة التي تؤثر بها نابض كانت تتناسب مع مقدار الاستطالة وكان هذا عبارة عن نص قانون هوك نص قانون هوك تتذكر عزيز الطالب كان عبارة عن ماذا؟ أحسنت كان قانون هوك ينص على أن ف تساوي سالب كي في إكس إذن ف تساوي سالب كي في إكس كي كانت عبارة عن ثابت النابض أما الـ إكس كانت عبارة عن مقدار الاستطالة أمامك الآن عزيز الطالب رسم بياني يمثل قانون ماذا يمثل هذا الرسم؟ أحسنت يمثل العلاقة الرياضية بين القوة المؤثرة في النابض والاستطالة الحاصلة إذن يمثل قانون هوك ماذا يمثل الميل؟ ميل الخط البياني هنا في الرسم ماذا يمثل؟ نعم أحسنت إذن يمثل ثابت النابض يمثل ثابت النابض اللي هو عبارة عن الكي إذن الخط البياني يمثل ثابت النابض المساحة تحت المنحنة ماذا تمثل؟ المساحة التي باللون الأخضر ماذا تمثل؟ نعم أحسنت إذن تمثل مقدار الشغل لاستطالة النابض إذن مقدار الشغل المبدول لاستطالة النابض كم تساوي؟ بما أن المنحنة عبارة عن ماذا؟ أحسنت عبارة عن مثلث إذن هي عبارة عن نصف القاعدة في الارتفاع نصف كي اكس تربيع هذه تمثلي ماذا؟ نعم أحسن تمثلي طاقة الوضع المرونية إذن تمثل طاقة الوضع المرونية إذن المساحة تحت المنحنة ماذا تمثل؟ تمثل طاقة الوضع المرونية بعد ذلك تناولنا البندول البسيط كان عبارة عن ماذا؟ صف لي شكل البندول البسيط؟ نعم أحسنت هو أداة تتكون من خيط مثبت في نهايته جسم ثقيل إذن هي عبارة عن جسم ثقيل معلق في الخيط هذه الأداة تتحرك ما لهم حركتها؟ نعم أحسنت إذن هي تتحرك حركة توافقية بسيطة كيف ممكن تتحرك حركة توافقية بسيطة؟ نعم أحسنت نسحب ثقل البندول جانبا ثم يترك إذا تركناه ماذا يحدث له؟ نعم أحسنت يتأرجح ذهابا وإيابا إذن البندول البسيط يتكون من ماذا؟ أحسنت يتكون من جسم ثقيل معلق في الخيط وهو أداة توضح الحركة التوافقية البسيطة كيف تحدث الحركة التوافقية البسيطة في البندول؟ يسحب الثقل جانبا فيترك ليتأرجح ذهاب وإياب علل القوة المحصلة المؤثرة في البندول دائما هي قوة إرجاع لماذا القوة المؤثرة في البندول دائما هي قوة إرجاع؟ أحسنت عزيزي الطالب لأنها دائما تكون معاكسة لاتجاه إزاحة ثقل البندول وتعمل على ماذا؟ على إرجاع الثقل إلى موضع اتزانة إذن لأنها تعمل على إرجاع الثقل لموضع اتزانة بالإضافة إلى أنها معاكسة لاتجاه إزاحة البندول نتناول بعض الأسئلة لدينا أكتب صواب مقابل كل عبارة مما يلي إذا كانت صحيحة أو صحح ما تحته خط لتصبح العبارة صحيحة تنقل الموائع عادة الموجات المستعرضة فقط نعم أحسنت تنقل أيضا الموجات الطولية الموجات التي تنتقل خلال حبل هي موجات طولية نعم هي موجات مستعرضة الأمواج العميقة تحت سطح الماء هي موجات طولية نعم أحسنت الإجابة صحيحة الموجات على سطح المحيط هي موجات مستعرضة أحسنت هي موجات سطحية سعة الموجة تعتمد على سرعتها إذن سعة الموجة تعتمد على طاقتها إذن مرة أخرى الموائع تنقل الموجات المستعرضة فقط لا طبعا الموجات الطولية الموجات التي تنتقل خلال حبل هي موجات مستعرضة الأمواج العميقة تحت سطح الماء هي موجات طولية إجابة صحيحة وصائبة أما الموجات على سطح المحيط هي موجات سطحية وليست مستعرضة سعة الموجة تعتمد على طاقتها كيف ترتبط سرعة الموجة بطولها الموجي وزمنها الدوري إذن كيف ترتبط السرعة بالطول والزمن الدوري بالعلاقة الرياضية نعم V تساوي لندة في الـ F إذن V تساوي لندة في الـ F أيضا تناولناها كثيرا بأن عبارة عن الطول الموجي حاصل قسمة السرعة على التردد الطول الموجي عبارة عن حاصل قسمة السرعة على التردد أيضا ممكن نقول بأن السرعة تساوي الطول الموجي في التردد إذن ما الاختلاف بين كل من الموجات المستعرضة والموجات الطولية والموجة السطحية درسنا أنواع الموجات الثلاث الموجة المستعرضة والطولية والسطحية عرفنا أن الموجات المستعرضة دائما تنتقل باتجاه متعامد مع اتجاه إزاحة الوسط إذن دائما الموجة المستعرضة مثلناها بهذا الشكل تهتز باتجاه متعامد مع اتجاه الوسط أما الموجة الطولية أحسنت تنتقل باتجاه موازي لاتجاه إزاحة الوسط الموجة الطولية تنتقل باتجاه موازي أما الموجات السطحية لها خصائص كل من الموجات المستعرضة والموجات الطولية أيضا عزيز الطالب حينما تناولنا الموجات المستعرضة قلنا بأنها تتكون من ماذا؟ أحسنت تتكون من قمم وقيعان أما الموجات الطولية كانت تتكون من تضاغطات وتخلخلات اذكر كل من الخصائص المميزة للموجة ووضح كل منها إذن أهم الخصائص المميزة للموجة كان لدينا طول الموجة أيضا الزمن الدوري طبعا للموجة الزمن الدوري للموجة طول الموجة كان عبارة عن ماذا؟ أقصر مسافة بين النقاط على الموجة التي يتكون فيها نمط الموجة إذن أهم الخصائص كان لدينا طول الموجة الخاصية الثانية سعة الموجة وهي أقصى إزاحة في الوسط الذي تنتقل خلاله بالإضافة إلى التردد كان عبارة عن عدد الذبذبات للموجة في كل ثانية أيضا عندنا الزمن الدوري وهو الزمن الدوري للمصدر وهو الزمن الذي يستغرقه الموجة لإكمال دورة واحدة أيضا سرعة الموجة وكانت عبارة عن طول الموجة مضروبة في ترددها إذن أهم الخصائص المميزة للموجة كان لدينا طول الموجة سعة الموجة التردد الزمن الدوري وسرعة الموجة إذا كان الزمن الدوري للموجة خمسين من مئة ثانية نص ثانية وسرعتها خمسة وعشرين كيلو متر لكل ساعة أحسب طولها الموجة إذن الطول الموجة عبارة عن هنا من العلاقة هذه أن السرعة عبارة عن حاصل ضرب الطول الموجة في التردد الزمن الدوري مقلوب التردد إذن الطول الموجة عبارة عن السرعة في الزمن الدوري طبعا نحول السرعة من الكيلو متر إلى المتر نحصل على قيمة السرعة ما تردد موجه طولها إذن أعطاني الطول الموجي تقطع مسافة D خلال 78 من 100 ثانية إذن المطلوب مني حساب التردد لكي أستطيع حساب التردد من العلاقة السرعة على الطول الموجي لابد من إيجاد السرعة كيف نوجد السرعة؟ السرعة عبارة عن حاصل قسمة المسافة على الزمن إذن السرعة هي المسافة على الزمن نوجد السرعة نقسم المسافة 2 في 10 أس 2 على 78 من 100 حصلنا على السرعة نعوض في معادلة التردد يساوي السرعة على الطول الموجي نحصل على قيمة التردد في وحدة الهيرز أمامي الآن هذا الشكل عبارة عن موجة مستعرضة المطلوب منك عزيز الطالب إكمال الفراغات النقطة التي لها أقصى إزاحة إلى أعلى الموجة هل هي طول الموجة أو قمة الموجة أو سعة الموجة أو قاع الموجة؟ نعم أحسنت هي قمة الموجة إذن قمة الموجة هي النقطة التي لها أقصى إزاحة إلى الأعلى النقطة التي لها أقصى إزاحة إلى الأسفل أحسنت عزيز الطالب إذن أقصى إزاحة إلى الأسفل قاع الموجة المسافة بين نقطة الاتزان وأقصى إزاحة إذن بين نقطة الاتزان وأقصى إزاحة إما للأعلى أو إلى الأسفل ماذا نطلق عليها؟ نعم أحسنت نطلق عليها سعة الموجة المسافة بين أي نقطتين لهم الطور نفسه يعني المسافة إما بين قمتين أو قاعين نطلق عليها مسمى طول الموجة حددها لي الآن هنا برموزها من الرسم النقطة التي لها أقصى إزاحة إلى أعلى عندنا بي وجي هنا أقصى إزاحتين إلى الأعلى النقطة التي لها أقصى إزاحة إلى الأسفل أحسنت اللي هي عبارة عن الإي المسافة بين نقطة الاتزان وأقصى إزاحة للموجة قمة أو قاع عندنا ما بين البي والجي هذا هو طول موجي أو الأي والإف أو الأي والإف المسافة بين أي نقطتين لهم الطور نفسه لهم الطور نفسه أحسنت دي وإي دي وإي أكتب صواب أمام كل عبارة إذا كانت صحيحة أو صحح ما تحته خط لتصبح العبارة صحيحة يعتمد الزمن الدوري للبندول على طوله نعم أحسنت إجابة صحيحة يحدد الوسط الذي تتحرك فيه موجة زمنها الدوري نعم الزمن الدوري لا يتأثر بالوسط سرعتها إذن السرعة عندما تعبر موجة الحد الفاصل بين وسطين فإن بعض الطاقة يعبر وبعضها الآخر ينعكس نعم إجابة صحيحة النقطة التي ليس لها إزاحة في التداخل الهدام تسمى قاع نعم أحسنت تسمى العقدة إذن إجابة خاطئة ضع الدائرة حول الإجابة الصحيحة التي تكمل كل من العبارات التالية الزمن الذي تستغرقه موجة لإكمال دورة واحدة زمن إذن الزمن الدوري المسافة بين قمة موجة إلى القاع المجاور في الموجة تسمى الطول الموجي تعرف أي حركة تتحرك في دورة منتظمة بالحركة الدورية عدد الدورات التي يكملها الجسم المهتز في كل ثانية نعم التردد تغير اتجاه انتشار الموجات عند الحد الفاصل بين وسطين هل هو انكسار أو انعكاس أو سقوط أو حيود الانكسار إذن يعتمد فراغ عندما تتحرك موجتان أو أكثر خلال وسط واحد في الزمن نفسه إذن عندما تتحرك موجتان خلال وسط واحد في الزمن نفسه أحسنت التداخل معدل نقل الطاقة الموجية لموجة معينة معدل نقل الطاقة يتناسب طرديا مع مربع سعتها سرعة الموجة تساوي ماذا مضروبا في التردد أحسنت الطول الموجي الخط الذي يرسم بزاوية قائمة على السطح الفاصل بين وسطين إذا هذا السطح الفاصل بين الوسطين أحسنت تسمى العمود المقام أجب أمام كل عبارة صحيحة أو صحيح ما تحته خط الموجة المتحركة باتجاه حاجز تسمى الموجة الساقطة نعم إجابة صحيحة الموجة المرتدة عن الحاجز تسمى الموجة المنكسرة موجة مرتدة ارتدت نعم أحسنت الموجة المنعكسة عندما تمر موجة نابض مرن وقليل السمك إلى نابض قليل المرونة وسميك فإن كل طاقة الموجة ترتد إلى الخلف نعم أحسنت بعض عندما تنتق الموجة خلال نابض متصل بحائط فإنه لا ينعكس أي جزء من طاقة الموجة إلى الخلف نعم سينعكس معظمها إذن ينعكس معظمها عندما ينتج التداخل موجات موقوفة في حبل فإن الحبل يبدو ثابتا لا يتحرك نعم أحسنت إجابة صحيحة وبهكذا نكون وصلنا إلى ختام إثراءاتنا لهذا الفصل مع تمنياتي لكم بمزيد من التوفيق والنجاح ودمتم بخير